السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في حصة جديدة من حصة الدراسة اليوم نشوف نشامع مع سبحة رقم 19 من الكتاب المدرسي أرتوغاف ديالوج هو الحوار مع زملك أو زميرتك ادى نقرأوا كيس؟ ألسابل مادام عمرا ني عمرا ني سي ندرسي ألسابل مادام عمرا ني اسمها مادام عمرا ني C'est notre voisine C'est notre voisine إنها جارتنا Elle est vétérinaire dans le zoo هي طبيبة بيطرية في حديقة الحيوانات ثانيا اكتب في المؤنث معنتها آمي هذه الكلمات هم لنحاولهم إلى المؤنث معنى صديقتي سونيا إيجابة بيطرية إذا كوزانة لها في المسكولن نحاولها للفيمين نُو نو مرحبين نحاولها للفيمين نُو نو مرحبين بعدنشخل الإجابة في السفها الموالي ثانيا لن يتجاجه لإطائق المسكولن ثانيا إذا نعطينا لكيه يمكننا لكيه في المسكولن في المسكولن الآن هذه الكلمات سيئت نحطهم في الخانات إذن نكتبه اللون في خانة المدكر المسكولين ثم نحوله إلى الفيميناء يعني المؤنس واش عدنا عطونا البيث الأول عطونا نوار في المسكولين سو أ في الفيميناء ضفنا لها لأ اللي هي علامة الفيميناء أي المؤنس عدنا لقول روز مارن بير بلو غري بلان نوار روش اوزو يعني اوزو يعني في حديقة الحيوانات les élèves trouvent le flamant rose et l'ours brun le perroquet a une tête verte et quelques plumes blanches et que et bleu il a aussi un bec noir la girafe a le ventre blanc et la queue noire نعودو les élèves trouvent le flamant rose et l'ours brun يعني في حديقة الحيوانات le flamant هو نوع من الطيور لراها باين باللون الوارد rose et l'ours brun يعني الدبل السمار le perroquet البابغة a une tête verte et quelques plumes blanches et bleues عنده رأسه خضراء للبابغة وبعد ريش الابيض والأزرق il a aussi un bec noir وعنده أيضا من قار السود la girafe a le ventre blanc et la queue noire الزراف عندها البطن الابيض والذيل السود رابعا complete par l'adjective de couleur قال لك يملأ بصفة اللون يعني اللون يقتلكون صفة إدان عدنا blanc blanche vert vert rouge إدان تشوفوا اللون الوارد un feu qui fachera اللون التاح نختار واحدة من هات الصفة ثانيا un fleur troisièmement un feu un pantalon un silo un cartel وفي الأخير طلبوا منك مع تا وطن كامراد أحسن وصل إدان هذا فيما يخص الوراقة شوفوا لكم على الحال إدان بالنسبة للدوزيام اكري افمنا اكتب في المؤنث افك مونامي امي نزيدو لأ أ هي علامة التأنيث في الفرنسية مونامي صونيا امي كوزن إدان كوزن هنا نضيف لأ قبل الأس كوزن ذكر كوزين ونسا بالنسبة التمالي الثالث راني درته لكم في تابلو لدلق المكان إدان عدنا ماسكولان روز نفس الشيء بالنسبة الفيمينان ما تتبدلش إدان كامل الصفات تتكمل أو تنتهي بالأ في المذكر إدان نفسها تكون لا تتغير في الفيمينان تبقى هي هي يعني تنتهي بالأ أيضا عند كلمة مارو مارو ستم وبيع ناجكتيف انذغياب وشو عندها انذغياب يعني لا يتغير سواء في المذكر أو في المؤنث يحتفظ بالحرف كما هي إدان لا يتغير مارو نقول مارو بالنسبة للمذكر المسكولان وأيضا مارو بالنسبة للمؤنث يعني الفيمينان ذاق زيدوا لأ بشترجع فيمينان ذاق بلو نفس الشيء زيدوا لأ غري في الفيمينان زيدوا لأ إدان كما قلت لكم بالنسبة للصفات هي علامة التأنيث بلون إحنا رح تتبدل لتغير بلون تجع بلون في الفيمينان وغوش تنتهي بالأ إدان نفسها بالنسبة للمسكولان وبين الفيمينان وأيضا بالنسبة لكلمة جون جون بالنسبة للمذكر جون نفسها لا تتغير في الفيمينان وبهذا ننتهي بالتوفيق إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته